قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء لقد فعلها بومديان قالها الفرنسيون متسائلين كيف يجرؤوا ونحن لم نأذن له بعد إنه لمكر مكره في المدينة لكن هؤلاء نسوا أو ربما تناسوا أن البلد ما عادت تحت نير استعمارهم الظالم وأنها تحاول دون هوادة أن تتخلص من إرثهم على صعوبة المهمة وتعقيداتها لكن الرابع والعشرين من فيفري 71 رسم طريقا جديدا إن الجزائر تحاول أن تستقل اقتصاديا علق العالم حينها يومها كانت البلد على موعد مع المستقبل في انتظار أن تزف له عروسا بهية ولكن وما وراء لكن هذه حكاية ورواية وحده التاريخ يكتب سطورها بدأ البترول الجزائري يمشي خطواته الأولى متعثرا كان الابن الاقتصادية الشرعية الأولى للبلاد الفتية إنه بكرها الذي يسمونه الذهب الأسود وكأي بكر للعائلة مع اختلافات بين المشبه والمشبه به عقد الرهان عليه في الوصول بالبلد إلى مستقبلها الزاهر في انتظار إخوة له آخرين من صناعة وزراعة وعلم ينفع وذاك مكان حاول بومدين عبر سياسته الاشتراكية مع ما لاقت من انتقادات استغلال هذا المورد للوصول بالبلد إلى اقتصاد مصنع وحفظ له العالم بأسره موقفاً رائعاً لقد دافع عن الشرف العربي بهذا السلاح الاقتصادي أنذاك قفز السعر بنسبة 130% إلى أن بلغ سعراً حلماً بالنسبة لبومدين تمكن من خلاله مباشرة مشاريعه غير أن القدر لم يمهله لإكمالها وفي رحلته المضنية بحثاً عن الاستقرار والهوية وعن إخوته في عالم الاقتصاد استمر الذهب الأسود في السعود والنزول خضوعاً لموازنات دورية ومن ذلك الثورة الخمينية وحرب الخليج الأولى والتي استطاعت أن تقفز بسعر النفط إلى أسعار حققت أحلام الشاذ في أن يضيق شعبه الموز والكيوي لكن الحلو ما تحول إلى كابوس بعد ذلك انهارت الأسعار كلياً حتى لامست العشرة دولارات للبرميل الواحد لقد صار الذهب الأسود برخص التراب وما زاد في الطين بله فضيحة الفساد الأشهر سوناتراك واحد فيما لا إخوة للبترول يساندونه في محنته استمر في المكابرة محاولاً لملمة نفسه لكن المحنت كانت أكبر منه ولم يستطع أن يقدم للبلد شيئاً غير لونه الأسود القاتم في عشر سنوات من الأزمة الأمنية ولأن العسر لا يغلب يسرين أتى فرج من الله قريب راهنت الجزائر على رجل من زمن الزعيم أو لعله أكثر مقربيه وأقسم هو على أن لا يهدأ له بال حتى يعيد للبهجة ابتسامتها المسروقة كان الأمل يدق الأبواب وكان الرجل موفور الحظ كذلك بلغ سعر البترول في عهداته مستويات خيالية ومع حظه الضارب في السماء ارتفع نصيب الجزائر من بترولها استطاع تخليصها من ديونها وأطلق مشاريع ضخمة لكن منتقديه كانوا يرددون أنها مجرد مشاريع استهلاكية والغاية شراء السلم الاجتماعي وتساءل أخرون أين هو الإنتاج نريد حلولا لهذا الاقتصاد الريعي وبينما كان البعض يبحث عن الحلول ارتأ البعض الآخر أن يقف في واد آخر مستفيدا من تركة لم يتركها له أبوه كانت تلك فضيحة سوناتراكثنين ولأن المصائب لا تأتي فرادة بدأت الحقول تشيخ وأخذت أسعار البترول بالانهيار مع رابع عهدات الرئيس فكانت تفكير في البديل وبدل الحديث عن التصنيع والإنتاج فكرت الحكومة في الغذي الصخري كان حلا مثاليا بالنسبة لها أن تحفر مرة أخرى بحثا عن الثروة لكن أهل الصحراء رفضوا المسألة جملة وتفصيلا وتسأل بعضهم ما الفائدة من استخراج الثروة مرة أخرى أتركها نائمة أحسن لعل الصدمة تنفذ عن غبار الكسل وتنجح البلد في أن ترزق أخيرا بإخوة للبترول من زراعة وصناعة وعلم ينفع بعد أن عقرت لسنوات عجاف